اهلا وسهلا بكم متابعة تليفزيون اليوم السابع وجولة اخبارية جديدة من خارج الحدود اكد المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف ان رئيس الروسي فلاديمير بوتن اجتمع مع قادة فاغنر الذين اكدوا استعدادهم وصلة القتال من اجل وطنهم وانه من انصار الرئيس الروسي المخلصين وقال بيسكوف في بيان له ان هذا الاجتماع عقد في الكريملين 29 يونيو الماضي حيث دع بوتن 35 قائد من باجنر بمن فيهم رئيس الشركة العسكرية حيث تمت مناقشة احداث تمرد 24 يونيو واضاف المتحدث ان الاجتماع استمر قرابة 3 ساعات ولكن تفاصيله غير معروفة الشيء الوحيد الذي يمكننا قوله هو ان الرئيس قدم تقييما لتطورات الحملة على الجبهة خلال العملية العسكرية الخاصة كما استمع بوتن الى التفسيرات التي قدمها القادة وعرض عليهم المزيد من الخيارات لنشر القوات واستخدام المزيد من الوحدات القتالية الاضافية ومن هولندا اعلن رئيس وزراء هولندا مارك روتا اعتزال السياسة نهائيا بعد انتهاء فتر تصريفه للأعمال المنتهية بموعد الانتخابات المقبلة والمقررة نوفمبر المقبل وذلك بعد انهيار حكومته في ولايته الرابعة وتقديم استقالته الى الملك بسبب ازمة قانون الهجرة الازمة في السياسة الهولندية بدأت بعد ان بدأ او بعد ان سعى حزب روتا المحافظ للحد من تدفق طالبي اللجوء الى هولندا ووصلت التوترات الى ذروتها هذا الاسبوع عندما طالب روتا بدعم اقتراح للحد من وصول اطفال لاجئ الحرب الموجودين بالفعل في هولندا ويجعل العائلات تنتظر عامين على الاقل قبل ان يتمكنوا من لم شملهم وعرد ذلك بعض الاحذاب الاخرى الامر الذي ادى في النهاية الى اسقاط الحكومة وننهي جولتنا الاخبارية بتقرير المنظمة العالمية للارصاد الجوية قالت فيه ان العالم شهد للتو الاسبوع الاكثر سخونة على الاطلاق مشير الى ان هذا يأتي في اعقاب شهر يونيو الاكثر سخونة مع درجات حرارة غير مسبوقة لسطح البحر وتسجيل انخفاض لمدى الجليد البحري في القطب الجنوبي وحذرت المنظمة من ان درجات الحرارة التي تحطم الرقم القياسي على اليابسة وفي المحيط لها اثار مدمرة محتملة على النظم البيئية وسيؤثر على توزيع مصايد الاسماك ودورة المحيطات بشكل عام مع تأثيرات غير مباشرة على المناخ والى هنا تنتهي جولتنا الاخبارية من خارج الحدود كنت معكم انا هناء ابو العز